فبعضهم يقول أن مصادر اليسر بالدنيا أكثر من مصادر العسر الإنسان إذا مر بعسر لا يتصور أن الدنيا أطبقت بعد انشدت الأبواب وبجهة لا ينهار بالعكس لأن الله عز وجل بالوقت الذي يوجد عسر بالحياة الله خلق يسرين كأن الآية تدعونا للتفاؤل تقول الواحد من عدكم إذا مرت بي ضائقة لا تطبق علي الدنيا بحيث يتصور أن الدنيا بعد ما بها مجال إلى الفريج لا هذا تصور شوداوي مو يقول أحد الشعراء هي النفس إن جاشت تجيش عواقفا وتجمح أهواء وتطغو أمانيا وإن ركدت خلت العوالم ركدا كأن السماء سدت عليها المجارية يعني الواقع أن الإنسان بمجرد أن تمر بي ضائقة بناء خلاص الدنيا صارت شوداء بعينه لا يقول اتفأل بالحياة وما تدري أنت في أي لحظة يهبط عليك الفرج في أي لحظة يعني قد يأتيك الفرج من حيث لا تحتشف يقولون المؤرخين ملك سقلية أي الجزيرة المعروفة ليلة من الليالي أرق صار عندها أرق يريد ينام ما يقدر ينام يريد ينام ما يقدر يحاول أن ينام ما يقدر كانت عندها عادة إذا مرت به هالحالة يود وراء ندمان يحضرهم يتسلى بحديث يتسلى بقصة ود وراء ذول أحضرهم كرهتهم نفسه كل واحد يجي يما ما يقبله ما يريد يعني ما اشتهى هالجلسة أبدا قالهم الندمان قوموا أنا ما مرتاح إلى وجودكم قام يتمشى ما استطاع يهدأ أبدا صاح إلى صاحب البحر يعني اللي إلى علاقة بالقوارب وبالشفن قال لحضر لي شفينة أحشته أتمشى أطلع بالبحر فعلا حضر لشفينة ركب وطلعوا وأخذوه بالمجاديف إلى أن توسط البحر وإذا بيش مع صوت ضعيف يا غياث المشتغيثين يا غياث المشتغيثين ويكررها قالهم شفوا لمصدر الصوت قالوا لمن هنا أمر الغواصين لو يقلوا منزلوا نزلوا وإذا رجل يصارع الموت يصارع الموت أخذوه شالوه جاب قال له ما الخبار قال له والله أنا أبحرت أمش بالليل أبحرت أريد أروح في طريق إلى مقصدي وانكسر بنا المركب وظليت أصارع الأمواج ما أدري وأصيح يا غياث المشتغيثين ما عندي إلا هذا فهذا في حد ذاته هو اللي شبب لي الفرج قال له سبحان من أرقك في قصرك سبحان اللي خلاك ما تنام وما تهدأ وتطلع حتى تنقذني